بمبادرة جميلة من السلطة المحلية لولاية سيدي بلعباس واجه اللاعبون السابقون لفريق اتحاد بلعباس نظرائهم لمولودية الجزائر وديا بملعب ثاني في فري ستين وخمسين وكانت المناسبة فرصة للعبين مكنتهم من الاتقاء مجددا بعد مرور عقود من الزمن المقابلة تعليم جينا ولا غير كأن مقابلة شيقة لكل حال علم ماش كأن اللاعبين هنايا لمشتهم سربعين سنة والله لاربعين سنة ماشتهمش ونشكره الوالي على كل حال الوالي والسلطة بالعباس والشعب بالعباس نعرفه كريم ويعرف الكرة يعرف لها مليح مليح وحنا جينا هي الملاقة هذه اللي نشكره ونشكره الوالي كما يقول لك على هذا الشمال لنا بين اللاعبين القدامة بالعباس اللقاء كان فرصة لمشاهدة والاحتكاك مع بعض اللاعبين الذين صنعوا مجد الكرة الجزائرية واستمتع الجميع بفنيات كراوية رائعة من أرشيف الكرة الجزائرية النظيفة موليدة العاصمة والتيحة بالعباس لكي لا تلقيناش على مدة عشرين سنة والليوم هذا المقابلة اللي كانت حبية تلقينا وشوفنا بعضنا بعض يعني لنا شرف كبير أننا لا أشاهدنا لعبين كبار في موليدة العاصمة على سبيل المثال يذكر عمر بطروني اللي كان عنده تاريخ كبير في موليدة العاصمة وكذلك في فريق الوطني الجزائري وكذلك باشطة وعناصر أخرى تمتعنا بلقاطات فنية معهم ووسط أجواء بهيجة افتلق الجميع وكلهم آمل أن تتكرر مثل هذه المبادرات بجميع مناطق الوطن في سبيل المساهمة في غرس ثقافة الأخوة بين اللاعبين والروح الرياضية في وسط عنصار الفرق الجزائرية